اهلا بكم الى موجز لهم الانباء طالب ثوار مدينة تعز بتنفيذ كافة بنود اتفاق رياض دون السثناء خاصة الشق العسكري والذي كان من المقرر ان يتم تنفيذه قبل تشكيل الحكومة بحسب الاتفاق ودع ثوار تعز في وقفة نفذوها عاقب صلاة الجمعة في ساحة الحرية الى ضرورة عودة الرئيس هادي والحكومة الجديدة التي تم الاعلان عنها قبل اسبوع الى ارض الوطن في اقرب وقت افادت مصادر محلية بعودة النازحين الى منازلهم في المناطق التي شهدت مواجهات بين قوات حكومية واخرى تابعة للانتقالي وذكرت المصادر ان النازحين في منطقة الشيخ سالم عادوا الى منازلهم بعد توقف المواجهات قبل اكثر من اسبوع عقب البدء بتنفيذ الملحقين العسكري والامني من اتفاق الرياض شدد قادة عسكريون في محافظة شبوى على تعزيز وحدة الصف الوطني لهزيمة ميليشيا الحوطيين الانقلابية وهزيمة مشروعها الامامي وسعادة الدولة ونظامها الجمهوري وشرعية يد السورية جاء ذلك خلال احتفال اقامته قيادة محور بيحان بمحافظة شبوى بمناسبة ذكرى الثالثة لتحرير مديريات عسيلان وعين وبيحان من فلول ميليشيا الحوطيين الانقلابية تجددت المواجهة العنيفة بين ميليشيا الحوطي والقبائل شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف وقالت مصادر محلية مواجهة قوية اندلعت شرق الحزم في منطقة السيل بين ميليشيا الحوطيين وقبائل غاضبة بسبب عدوان الحوطيين على ابناء القبائل رغم موالاتهم للميليشيا اما في خبرنا الاخير اسفر قصف صاروخي شنت ميليشيا الحوطيين الانقلابية على حي سكني في تدمير سبعة منازل جنوب الحديدة وقالت مصادر محلية الناحية منظر السكنية التابعة لمديرية الحوك تعرض لقصف باربع قذائف صاروخية دمرت اربعة منازل والحقت اضرارا فادحة بثلاثة منازل اخرى في نهاية الموجهة شكرا لكم اشتركوا في القناة